استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم معالي سيد سردار عياز صادق رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق وذلك بحضور سعادة نائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام والسفير الباكستاني لدى المملكة البحرين وفي مستهل اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر بما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق رحب معالي الوزير بمعالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية والوفد المرافق مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وأهمية مثل هذه اللقاءات في تنمية العلاقات الثنائية وتوسيع أفاق التعاون وخلال اللقاء أطلع معالي الوزير رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين معربا في الوقت ذاته عن تقديره للمساهمة الصادقة للجالية الباكستانية في حفظ الأمن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين من جهته أعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية مشيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين ومؤكدا على دعم بلاده للبحرين انطلاقا من العلاقات القوية التي تجمع البلدين وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك